الواقع العربي سيد محمد فنيش هو ما أدى إلى ما نحن عليه غياب المشروع العربي أساسا والالتهاء بالصراعات الجانبية سواء على العروش أو على أمور أخرى أمام هذا الواقع والدكتور لافقاني قال سيسقط المشروع الإيراني في النهاية بعد أن وصل إلى الذروة ما هي الخيارات أمام الأمة لمواجهة الكوارث التي تواجهها الإشكال هو ليس إشكال إيراني الأعداء لكل دولة يوجد لها أعداء الخطير أن تصبح أجندة الأعداء تنفذ بشكل سريع وبسيط في الدولة الأمة أو الدولة التي تدافع عن توجهاتها الأمة العربية وشمال إفريقيا يعيشون الآن توجه وتغلغل إيراني هذا منتظر وتوجه إسرائيلي حتى وتوجه من جميع الأعداء لكن ما هو غير منتظر هذه الهشاشة في تكوين ما يسمى بمفهوم الدولة هذا التراتب السياسي المنهار أصلا والمبني على دعاية من إعلام ورسمي حتى الشعوب العربية وشعوب شمال إفريقيا أصبحت لا تتابع القنوات الرسمية أمام هذا لا بد لهؤلاء الحكام إذا أرادوا الاستمرار نحن لا نريد إسقاط الحكام نريد معالجة الحكام سواء الرؤساء أو ملوك أو إلا ما هنالك أن يلتفوا إلى خطاب شعبهم أن يستمعوا إليهم أن ينطلقوا من القاعدة نحو القمة وليس من القمة تجاه القاعدة الوزراء الخارجية يختلفون ووزراء الداخلية يتفقون مؤخرا بالجزائر كان وزير الداخلية المغربي بالجزائر وهذا من سابح المستعلات الجزائر والمغرب تنافر إعلامي تراشق إعلامي ووزراء الداخلية في هدوء تام وفي اتفاق ونجحت القمة إذن والجزائر اعتقلت صالح خطري الأسبوع الماضي وهو مختفي والمغرب اعتقلت صحفي عادل القرمطي بسبب مقالد درشوة الشرطة إذن التوجه هو توجه مبني على الدولة دولة الأشخاص وليس دولة المؤسسات وليس دولة الشعوب والحكومة المغربية حكومة بن كيران مشلولة في المغرب وأصبح الآن أمام بن كيران أمام انقلاب أبيض قناة خليجية تنظم لقاعات في المغرب تسميه برنامج نقطة نظام تستضيف فيه فقط معارضة الحكومة وتتجاهل الحكومة إذن هذه الأمور هذا التدخل الخليجي هذا التدخل بعض دول خليج في العالم العربي وفي جمال إفريقيا يجب أن ينتهي وإذا ما كان يجب أن يكون على أسس ديمقراطية ونتذكر لهذه دولة الخليج عندما تم اغتيال محمود مبحوح أين كانت هذه القوة أين كان هذا التباهي الذي تم اختراق لسبعة أشخاص لمدينة دبي وقاموا بجريمتهم داخل المرأة ما أحتاج له هو حسن النواية بداية أشكرك جزيلا سيد محمد فنيش الكاتب والباحث كما أشكرك جزيلا دكتور محيد دين اللادقاني الكاتب والمفكر كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ألقاكم دائما بخير دونتم في أمان الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة